قتل وجرح عدد من عصابات الأسدي والميليشيات الإيرانية المساندة لها في محور أوريم الصغرى بريف حلب الغربي إثر استهدافاً براجمات الصواريخ من قبل فوج المدفعية والصواريخ التابع لغرفة عمليات الفتح المبين قالت مصادر عسكرية أن عناصر الجيش الوطني أحبطوا فجر اليوم محاولة تسلل لميليشيات الأسد على جبهة تادف بريف حلب الشرقي محققين إصابات مباشرة في صفوف العناصر المهاجمة في وقت تشهد فيه دير الزور فلتاناً أمنياً واضحاً مجهولون يستقلون دراجة نارية يقومون بالهجوم على حاجز الكازية في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي ويتمكنون من قتل عدد من عناصر ميليشيات قسد فضلاً عن إصابة آخرين بجروح قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الصهيوني شنت حملة اقتحامات في الضفة الغربية والقدس واعتقلت عشرة فلسطينيين وفي سياق آخر أصيب شابان فلسطينيان بجروح جراء دهسهم بشكل متعمد في جنين شهدت العاصمة الإيرانية طهران منتصف الليلة الفائتة شعارات أطلقها الأهالي من خلال الشرفات والنوافذ مناهضة للحكومة الإيرانية في حين تجمع أمس أهالي المحكومة عليهم بالإعدام للتنديد بأحكام الإعدام الجائرة الصادرة عن القضاء وأخيرا اعتبرت بولندا قرار ألمانيا إرسال دبابات لبارت خطوة كبيرة وبدورها رحبت بريطانيا بالقرار الألماني وقالت أنه سيعزز قدرات كييف القتالية كما عربت فرنسا عن موافقتها للقرار كونه يعزز الخطط الأوروبية الداعيمة لأوكرانيا